بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع كتاب الملل والنحل تأليف أبي الفتح محمد ابن عبد الكريم ابن أبي بكر أحمد الشهر السقاني يقول المؤلف في مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محمده كلها على جميع نعمائه كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله وصل الله على محمد المصطفى رسول الرحمة خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد وبعد فلما وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل والوقوف على مصادرها ومواردها واقتناس أوانسها وشواردها أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون وانتح له المنتحلون عبرة لمن استبصر واستبصارا لمن اعتبر ثم يكمل الشهر الثاني في مقدمته قائلا وقبل الخوض فيما هو الغرض لابد أن أقدم خمس مقدمات المقدمة الأولى في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة أي مطلقة على وجه العموم المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية المقدمة الثالثة في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها ومن مظهرها المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية انشعبها ومن مصدرها ومن مظهرها وانشعبها انقسامها وتفرقها المقدمة الخامسة في بيان السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب ولكن قبل البدء في شرح هذه المقدمات الخمسة دعونا نتعرف عن قرب عن من هو الشهر الثاني تابعونا بعد هذا الفاصل القصير لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة عدنا لحضراتكم هو محمد بن عبد الكريم ابن أحمد أبو الفتح الشافعي المتكلم والمؤلف المشهور المولود سنة 479 والمتوفي سنة 548 هجرية ببلدة شهرستان الواقعة في شمال خرسان وبها نشأ وتلقى العلوم على شيوخ عصره مثل أحمد الخوفي وأبي القاسم الأنصري وأبي الحسن المدائني وأبي نصر بن القاسم القشيري وظهر ميله إلى التحصيل وإقباله على الدرس منذ صغره وامتاز بجودة الفهم والاستنتاج والاستقصاء في البحث والتعمق في تناول الموضوعات والبعد عن الهوى والاعتدال في إصدار الأحكام وصحة المنهج الذي يسلكه في بحوثه والإحاطة بالموضوع من جميع نواحيه وكان كغيره من علماء عصره يكثر من الرحلات والانتقال من جهة الإلاجها والاجتماع بعلماء تلك الجهات وتلاميذها وعقد مجالس الدرس في مساجدها فطوف بنواحي خوارزم أخرسان وحينما بلغ الثلاثين من عمره شد رحاله إلى مكة لأداء فريضة الحج سنة 510 هجرية وبعد أن فرغ من أداء الفريضة غادر مكة قاصدا بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام ألقى في خلالها كثيرا من الدروس النافعة بالمدرسة النظامية وكان كبار العلماء يحضرون لسماعه والاستفادة منه ثانيا لماذا اهتم علماء المسلمين بدراسة الأديان وقد اهتم المسلمون بدراسة الأديان والمذاهب لنرد على أصحابها وألفوا في ذلك كتبا بعضها خاص بطائفة من الطائف وبعضها عام فألف أبو الحسن الأشعري كتابه مقالات الإسلاميين والذي سوف نتأناوله فيما بعد بالشرح والتفصيل وألف عبد القاهر البغداري كتابه الفرق بين الفرق وتم بحمد الله شرح هذا الكتاب على هذه القناة كما ألف ابن حزم الظاهري كتابه الفصل في الملل والنحل أما الكتب الخاصة فمثل تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرضولة للبيروني والكتب الكثيرة التي وضعت في الرد على النصارى واليهود أو في رد بعض الفرق الإسلامية على بعضها الآخر ثالثا مميزات كتاب الملل والنحل إلا أن كتاب الملل والنحل للشهر الثاني يمتاز عن غيره من الكتب التي ألفت في هذا الموضوع بميزة إن جعلته فريدا في بابه فهو دائرة معارف مختصرة للأديان والمذاهب والفرق وللآراء الفلسفية المتعلقة بموراء الطبيعة التي عرفت في عصر المؤلف وقد حاز هذا الكتاب إعجاب الناس وتقضي لهم في الشرق والغرب فنجد مثلا العالم الألماني هابركر يقول في مقدمة ترجمته للملل والنحل بواسطة الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل نستطيع أن نسد الثغرة في تاريخ الفلسفة بين القديم والحديث وقال العالم الألماني ملخ وكان في عصره من المتخصصين في الفلسفة اليونانية إنه لا يشك في صحة ما نسبه الشهر الثاني من الأقوال إلى ديمقريتس على الرغم من أنه لم يجد هذه الأقوال محفوظة ما بين ما نقله كتاب الإغريق عن ديمقريتس رابعا الانتقادات والمعارضات التي أجهت على كتاب الملل والنحل وعلى الرغم من المميزات السابقة للكتاب إلا أننا نجد أحمد أمين يتنقص من قدر الشهر الثاني ويطعن في قيمته العلمية ويقلل من شأنه فيقول في مقدمة قصة الفلسفة اليونانية ما نصه ورأيت مؤلف العرب كالشهر الثاني والقفطي أمثلهما قد خلقوا حقا وباطلا فكثيرا ما نسبوا القول إلى غير قائله وترجموا حياة الفيلسوف ترجمها لا يقررها التاريخ الصحيح وخلعوا عليها من خيالهم الإسلامي ما لا يتفق وحياة الفلاسفة اليونانيين الوثنيين ولا شك في أن أحمد أمين لم يكن موفقا إلى صواف فيما قاله عن الشهر الثاني وإليك الأدلة على ذلك رقم واحد قال الشهر الثاني تحت عنوان رأي تاليس منصه ومن العجب أنه نقل عنه أن المبتدع الأول هو الماء قال الماء قابل لكل صورة ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينهما وهو علة كل مبتدع وعلة كل مركب من العنصر الجسماني فذكر أن من جمود الماء تكونت الأرض ومن إنحلاله تكون الهواء ومن صفوة الهواء تكونت النار ومن الدخان والأبخرة تكونت السماء ومن الاشتعال الحاصل من الإثير تكونت الكواكب فضارت حول المركز دوران المسبب على سببه بالشوق الحاصل فيها إليه جاء في قصة الفلسفة اليونانية لأحمد أمين تحت عنوان طالي صفحة 19 منصه وإذا اغتمس الفكر الإنساني مادة تكون أصلاً لكل ما يشمل الوجود من ظواهر فلن يصادف إلا عدداً قليلاً من ألوان المادة التي يجوز عقلاً أن تكون كذلك لابد لتلك المادة الأولية المنشودة أن تكون مرنة شديدة المرونة في قبليتها للتشكل في صور مختلفة وأن لا تكون محدودة الصفات محصورة الخواص حتى تتسع لكل شيء أفلا تستطيع أن تحرز ماذا تكون تلك المادة الأولية عند قوم يتخامون البحر فترسخ في نفوسهم صورته ويدوي في أسمعهم هديره كلما أمس مساء أو أصبح صباح إنها الماء فليس عجيباً إذن أن ينهضط آليس أول فيلسوف عرفته الدنيا وأجمع على فلسفته المؤرخون ويجهر بأن الماء هو قوام الموجودات بأسرها فلا فرق بين هذا الإنسان وتلك الشجرة وذلك الحجر إلا الاختلاف في كمية الماء الذي يتركب منها هذا الشيء أو ذلك أليس الماء يستحيل إلى صور متنوعة فيصعد في الفضاء بخارا ثم يعود فيهبط فوق الأرض مطرا ثم يصيبه برد الشتاء فيكون ثلجاً وإذن فهو غاز حيناً وسائل حيناً وصل بحيناً وكل ما يقع في الوجود لا يخرج عن إحدى هذه الصور السلاس كان الماء عند تأليس هو المادة الأولى التي صدرت عنها الكائنات وإليها تعود انتهى كلام أحمد أمين وبالمقارنة بينه وبين كلام الشهرستاني لا نجد أي فرق بين ما ذكره الشهرستاني عن تأليس وبين ما ذكره أحمد أمين بل إن الشهرستاني كان أدق في عبارته وفي تناوله للموضوع من أحمد أمين الذي تبدو عليه السطحية والسزاجة رقم اثنين ربط الشهرستاني بين ما قاله تأليس عن الماء وبين ما جاء في سفر التكوين السابق على عصر تأليس وهو إن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه الله تعالى ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء ثم ثار من الماء بخار مثل الدخان فخلق منه السماوات وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال في حين نجد أن أحمد أمين علل رأي تأليس الماء بأن هذا الفيلسوف كان يسكن على شاطئ البحر ويسمع هدير الماء صباح مساء ويرد على هذا الرأي الفاسد أن هناك فلاسفة كانوا يسكنون على شاطئ البحر وفي نفس المدينة التي كان يقيم بها تأليس ولكنهم لم يقولوا أن الماء هو المبدع الأول الذي ظهرت منه سائر الموجودات وانظر إلى ما أورده الشهر الثاني تحت عنوان رأي أنكسغورس وهو قال إن مبدأ الموجودات هو جسم أول متشابه لأجزاء وهي أجزاء لطيفة لا يدركها الحس ولا ينالها العقل منها كونا الكوكب العلوي منه السفلي لأن المركبات مسبوقة بالبصائط والمختلفات أيضا مسبوقة بالمتشابهات وحكى فارفوريوس عنه أنه قال إن أصل الأشياء جسم واحد موضوع الكل لا نهاية له ولم يبين ما ذلك الجسم أهو من العناصر أم خارج عن ذلك قال ومنه تقهر جميع الأجسام والقوة الجسمانية والأنواع والأصناف وجاء عند أحمد أمين صفحة 22 كلا لا يمكن أن يكون الماء أصلا للوجود فمهما بلغ الماء من المرونة وقابلية التشكل وهو ذو صفات معروفة معينة تستطيع أن تميزه بها عن المواد الأخرى إنما أصل الكون مادة لا شكل لها ولا نهاية لها ولا حدود وقال الشهرستاني تحت عنوان رأي أنكيمانس ما نصه ونقل عنه أيضا أن أول الأوائل من المبدعات والهواء ومنه تكون جميع ما تكون في العالم من الأجرام العلوية والسفلية قال ما كونا من صف الهواء المحض لطيف روحاني لا يدثر ولا يدخل عليه الفساد ولا يقبل الدنس والخبص وما كونا من قدر الهواء كثير جسماني يدثر ويدخله الفساد ويقبل الدنس والخبص فما فوق الهواء من العوالم فهو من صفوه وذلك عالم الروحانيات وما دون الهواء من العوالم فهو من كدره وذلك عالم الجسمانيات ولعله جعل الهواء أول الأوائل لموجودات العالم الجسماني كما جعل العنصر أول الأوائل لموجودات العالم الروحاني وهو على مثال مذهب تاليس إذ أثبت العنصر والماء في مقابلته وهو قد أثبت العنصر والهواء في مقابلته رقم 3 وقال الشهر الثاني تحت عنوان رأي أنكيماس ما نصه وعند أحمد أمين صفحة 24 إذا كان الماء الذي فرضه تاليس أصلا للكون لم يصادف من العقل اطمئنانا لأنه ليس من الشمول بحيث يسعى الكون بأسره وإذا كانت مادة إكسمندر التي ليس لها شكل ولا حدود لم تسلم من النقد فقد نهض إكسمنس واختار مادة ثالثة فيها الشمول الذي ينقص الماء وفيها الصفات التي تعود مادة إكسمندر ألا وهي الهواء وهو صفات معروفة لا تنكر وهو في نفس الوقت يشيع في كل أنحاء الوجود يغلف الأرض ويملأ في نظره جوانب السماء بل ويتغلغل في الأشياء والأحياء مهما دقت أليست الحياة في صميمها أنفاسا من الهواء تتردد في الصدر شهيقا وزفيرا إذن فهو الجوهر الأول الذي صدرت عنه جميع الكائنات يتكاثف حينا فيكون شيئا ويتخلل حينا فيكون شيئا آخر والهواء إذا أمعن في تخلقله إنقلب نارا فإذا ارتفعت كونة الشموس والأقمار وإذا هو أمعن في التكاثف إنقلب سحابا ثم أنزل السحاب ماء ثم تجمد الماء فإذا هو تربط وصخور هذه أمثلة كافية تبين بوضوح كيف تجنى أحمد أمين على الشهرستانين حين وصفه بأنه يخلط حقا بباطل في الفلسفة اليونانية وأخيرا خامسا الكتب التي ألفها الشهرستاني للشهرستاني مؤلفات كثيرة نذكر منها رقم واحد المصارعة قال ابن قيم الجوزية صفحة 263 الجزء الثاني إغاثة اللهفان وصارع محمد الشهرستاني ابن سيناء في كتاب سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم فقام له نصير الإلحاد وقعد ونقده بكتاب سماه مصارعة المصارعة ووقفنا على الكتابين نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنه لا يعلم شيئا وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور ونصير الإلحاد الذي ذكره ابن القيم هو نصير الدين التنصي رقم 2 الكتاب الثاني نهاية الأقدام في علم الكلام نشره المستشرق الإنجليزي ألفرد جيوه سنة 1934 رقم 3 الجزء الذي لا يتجزأ الحقه ألفرد جيوه بالكتاب السابق أربعة الإرشاد إلى عقائد العباد ذكره الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام خمسة شبهات أرستو طاليس وابن سينة ونقدها ذكره الشهرستاني رقم 6 نهاية الأوهام أشار إليه الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام وهناك كتب أخرى نسبها إليه بعض المؤرخين ولم نعثر عليها وقد ترجم كتاب الملل والنحل إلى اللغة الفارسية والتركية والألمانية وطبع في أوروبا عدة طبعات وفي فارس والهند وتركيا وظهرت منه في مصر عدة طبعات وعني بعضها بتخريجه وتحقيقه والتعليق عليه وسنوالي في الحلقات التالية إن شاء الله نشر ما جاء في هذا الكتاب تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالنحل والاشتراك في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع كتاب الملل والنحل للشهر الساني المقدمة الأولى في بيان تقسيم العالم جملة مرسلة على وجه العموم تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قسم علماء الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والفرق والمذاهب العالم من حيث الفرق والديانات إلى أربع أقسام من حيث الناس والأقطار والأمم والأراء وهذا الإجمال سوف نتابعه بهذا التفصيل أولا من حيث الناس من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة وأعطى أهل كل إقليم حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان والألسن ثانيا من حيث الأقطار ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربع التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال ووفر كل قطر حقه من اختلاف الطبائع وتباين الشرائع ثالثا من حيث الأمم ومنهم من قسمهم بحسب الأمم فقال كبار الأمم أربعة العرب والعجم والروم والهند ثم زاوج بين أمة وأمة فذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ما لهم إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور الروحانية والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ما لهم إلى تقرير طبائع الأشياء والحكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الأمور الجسمانية رابعا من حيث الأراء ومنهم من قسمهم بحسب الأراء والمذاهب وذلك غرضنا في تأريف هذا الكتاب هكذا يقول الإمام الشهرستاني وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل فأرباب الديانات مطلقا مثل المجوس واليهود والنصارى والمسلمين وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة والدهرية والصابقة وعبدت الكواكب والأوثان والبراغمة والدهري هو القائل بفناء الظهر وهو الذي لا يؤمن بالحياة الأخرى ويفترق كل منهم فرقا فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها فافترقت المجوس على سبعين فرقة واليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة والناجية أبدا من الفرق واحدة إذ الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقدتان متقابلتان على شرائع التقابل إلا وأن تقتسم الصدق والكذب فيكون الحق في إحداهما دون الأخرى ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات بأنهما محقان صادقان وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحدة فالحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة واحدة وإنما عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التنزيل في قول الله عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقون هلكا قيل ومن الناجية قال أهل السنة والجماعة قيل وما السنة والجماعة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي غاهرين على الحق إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام لا تكتمعوا أمتي على ضلالة وإلى أن نلتقي مع المقدمة الثانية لكم خالص تحياتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية يقول الإمام الشهرستاني اعلم أن لأصحاب المقالات أرقا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى أصل ونص ولا عن قاعدة مخبرة عن الوجود فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة وإلا فتكاد تخرج المقالات عن الحد والحصر والعد ويكون من انفرض بمسألة في أحكام الجواهر مثلا معدودا في إعداد أصحاب المقالات فلابد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط إلا أنهم استرسلوا في إراد مذاهب الأمة كيف اتفق وعلى الوجه الذي وجد لا على قانون مستقر وأصل مستمر فاتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار القاعدة الأولى الصفات والتوحيد فيها وهي تجتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة وبيان صفات الذات وصفات الفعل وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة القاعدة الثانية القدر والعدل فيه وهي تجتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر والكسب وإرادة الخير والشر والمقدور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية القاعدة الثالثة الوعد والوعيد والأسماء والأحكام وهي تجتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتفكير والطليل إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة أخرى وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية القاعدة الرابعة السمع والعقل والرسالة والإمامة وهي تجتمل على مسائل التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة وشرائط الإمامة نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص وكيفية إثبتها على مذهب من قال بالإجماع والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعرية فإذا وجدنا انفراض واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا وجماعته فرقة بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته ورددنا باقي مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية فإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت أقسام الفرق الإسلامية وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض كبار الفرق الإسلامية أربع واحد القدارية اثنين الصفاتية ثلاثة الخوارج أربع الشيعة هم يتركبوا بعضها مع بعض ويتشعبوا عن كل فرقة أصناف فتصل إلى 73 فرقة ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب أحدهما أنهم وضعوا المسائل أصولا ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة والثاني أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذهبهم في مسألة مثألة وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة لأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بباب الحساب وشرطي على نفسي هكذا يقول الإمام الشهر الثاني مؤلف الكتاب أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر ولا حجر عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل وبالله التوفيق صلى الله على سيدنا محمد المقدمة الثالثة من كتاب الملل والنحل في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها في الأول ومن مظهرها في الآخر يقول الإمام الشهر الثاني اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص واختياره الهوى في معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين وانشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات وسارت في الخليقة وصارت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة وتلك الشبهات مصطورة في شرح الأناجيل الأربعة إنجيل لوقا وماركس ويوحنى ومتا ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود لآدم والامتناع منه فما هي هذه المناظرة وكيف كانت مناظرة إبليس مع الملائكة والتي يعلق فيها لماذا رفض السجود لآدم قال كما نقل عنه إني سلمت أن الباري تعالى إلهي وإله الخلق عالم قادر ولا يسأل عن قدرته ومشيئته وأنه مهما أراد شيئا قال له كن فيكون وهو حكيم إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة قالت الملائكة ما هي وكم هي قال لعنه الله سبع الأول منها أنه قد علم قبل خلقي أي شيء يصبر عني ويحصل مني فلما خلقني أولا وما الحكمة في خلقه إياي والثاني إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلما كلفني بمعرفته وطاعته وما الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا يزيد أتزمت بتكليفه في المعرفة والطاعة فاعرفته وأطاعت فلما كلفني بطاعة آدم والسجود له وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعة إياه والرابع إذ خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني بهذا التكليف على الخصوص فإذا لم أسجد لآدم فلما لعنني وأخرجني من الجنة وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد إلا لك والخامس إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا فلم أطع فلعنني وأطردني فلما ضرقني أي جعل لي طريقا إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا وغررته بوسوستي فأكل من الشجرات المنهية عنها وأخرجه من الجنة معي وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة لا استراح مني آدم وبقي خالدا فيها والسادس إذ خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم أرقني إلى الجنة وكانت الخصومة أبيني وبين آدم فلم صلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يرونني وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم ومن الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يحتالهم عنها أي يحولهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى بهم وأليق بالحكمة والسابع سلمت هذا كله خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا وإذ لم أطع لعنني وطردني وإذا أردت دخول الجنة مكنني وطرقني وإذا عملت عملي أخرجني ثم صلطني على بني آدم فلما إذا استمهلته أمهلني فقلت أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني وما بقي شر ما في العالم أليس بقاء العالم على نظام الخير خير من امتزاجه بالشر قال فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة قال شارح الإنجيل فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام قولوا له إنك في تسليمك الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص إذ لو صدقت أني إله العالمين ما احتكمت علي بلما فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون وهذا الذي ذكرته مذكور في التوراة ومصطور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول من المعلوم الذي لا مريت فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ونشأت من شبهاته وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادات انكبار البضع والضلالات إلى سبع ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الشبهات وإن اختلفت العبارات وتباينت الأرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور وترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق وإلى الجنوح إلى الهواء في مقابلة النص هذا ومن جادل نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم المعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم وجحد أصحاب الشرائع والتكليف بأسرهم إذ لا فرق بين قولهم أبشر يهدوننا وبين قوله أزجد لمن خلق طينا وعن هذا صار مفصل الخلاف ومحز الإفتراق ما هو في قول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال المتقدم في الأول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من طين وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذوا به من قبل فالعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل لازمه أن يجري حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق فالأول ولوء والثاني تقصير فثار من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الرافد حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الإله وثار من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصروا في وصفه تعالى حتى وصفوه بصفات المخلوقين فالمعتزلة مشبهة الأفعال والمشبهة حلولية الصفات وكل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء فإن من قال إنما يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق ومن قال يوصف الباري تعالى بما يوصف به الخلق أو يوصف الخلق بما يوصف به الباري تعالى فقد اعتزل عن الحق وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيء وذلك من سنخ اللعين الأول إذ طلب العلة في الخلق أولا والحكمة في التكليف ثانيا والفائدة في تكليف السجود لآدم عليه السلام ثالثا وعنه نشأ مذهب الخوارج إذ لا فرق بين قولهم لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال وبين قوله لا أسجد إلا لك أسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون وبالجملة كلا طرفي قصد الأمور رميم فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات والمشبهة قصروا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسام والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول والخوارج قصروا حتى نفوا تحكيم الرجال وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول وتلك في الأول مصدرها وهذه في الآخرة مظهرها وإليه أشار التنزيل في قوله تعالى ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كل فرقة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السلفة فقال القدرية مجوس هذه الأمة وقال المشبهة يهود هذه الأمة والروافض نصاراها وقال عليه الصلاة والسلام جملة لتسلكن سبل الأمم قبلكم حضو القرية بالقرية والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لتصور على محمد صلى الله عليه وسلم المقدمة الرابعة من كتاب الملل والنحل في من أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية انشعارها ومن مصدرها ومن مظهرها يقول الإمام أشارستاني وكما قررنا أن الشبهات التي وقعت في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان كذلك يمكن أن نقرر في زمان كل نبي ودور صاحب كل ملة وشريعة أن شبهات أمته في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والمرحدين وأكثرها من المنافقين وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادي الزمان فلم يخف في هذه الأمة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى وشرعوا فيما لا مصرح للفكر فيه ولا مصرح وسألوا عما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه أولا أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم خروجا صريحا واعتبر حديث ذي الخويصرة التميمي إذ قال أعدل يا محمد فإنك لم تعدل حتى قال عليه الصلاة والسلام إن لم أعدل فمن يعدل فعاد العين وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى وذلك خروج صريح على النبي صلى الله عليه وسلم ولو صار منعت أرد على الإمام الحق خارجيا فمنعت أرد على رسول حق بأن يكون خارجيا أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتطبيحه وحكما بالهوى في مقابلة النص واستكبارا عن الأمر بقياس العقل حتى قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضئضئي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال من ضئضئي صدق أيمني محتد صدق يعني سيخرج من جنس هذا الرجل ومنيه أيمن يقول مثل قوله ومن هو على شاكلته واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين يوم أحد إذ قالوا هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاغنا وقولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فهل ذلك إلا تصريح بالقذر وهو قول طائفة من المشركين لو شاء الله ما أعبدنا من دونه من شيء وقول طائفة أنطعم من لو يشاء الله أقعمه فهل هذا إلا تصريح بالقبر واعتبر حال طائفة أخرى حيث جادلوا في ذات الله تفكرا في جلاله وتصرفا في أفعاله حتى منعهم وخوفهم بقوله تعالى ويسر الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فهذا ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو على شوكته وقوته وصحة بدنه والمنافقون يخادعون يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر وإنما يظهر نفاقهم بالاعتراض في كل وقت على حركاته وسكناته فصارت الاعتراضات كالبذور وظهرت منها الشبهات كالزروع ثاني الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته بين الصحابة رضي الله عنهم فهي اختلافات اجتهادية كما قيل كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين الخلاف الأول أول تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام في مرواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه قال ائتوني بدوات وقرطاص أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللغة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عندي الأنازع قال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاف الثاني في مرضه أنه قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تقلف عنه فقال قوم يجب علينا امتثال أمره وأسامة قد برز من المدينة وقال قوم قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه فنصبر حتى نرصر أي شيء يكون من أمره وإنما أوردت هذين التنازعين تلكذا يقول الإمام أشارستاني لأن المخالفين ربما عدوا ذلك من الخلافات المؤثرة في أمر الدين وليس كذلك وإنما كان الغلط كله إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب وتسكين ثائرة الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور أي تسكين ثائرة الفتنة والثورة التي تزلزل النفوس والقلوب الخلاف الثالث في موته عليه الصلاة والسلام قال عمر بن الخطاب من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفه هذا وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام وقال أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد حي لم يمت ولن يموت وقرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فرجع القوم إلى قوله وقال عمر رضي الله عنه كأني ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر الخلاف الرابع في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام أراد أهل مكة من المهاجرين رضه إلى مكة لأنها مسقط رأسه ومأنس نفسه وموطئ قدمه وموطئ أهله وموقع رحله وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته ومدار نصرته وأراد الجماعة نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياء ومنه معراجه إلى السماء ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة لما روي عنه عليه الصلاة والسلام الأنبياء يدفنون حيث يموتون الخلاف الخامس في الإمامة وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان وقد سهل الله تعالى في الصدر الأول فاختلف المهاجرون والأنصار فيها فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن عباد الأنصري فاستدركه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الحال بأن حضر سقيفة بني ساعدة وقال عمر كنت أزور في نفسي كلاما في الطريق يعني أحسن كلاما وأقومه وأنمقه وأذوقه حتى أقوله في السقيفة فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم فقال أبو بكر ما هي عمر يعني توقف يا عمر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه يخبر عن غيب فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فباعته وبايعه الناس وسكنت الفتنة إلا أن بيعت أبي بكر كانت فلتة يعني دون تدبر وتمهل وقال الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة إن من المسلمين فإنها تغره يجب أن يقتل وتغره معناها غرر بنفسه تغريرا عرضها للهلاك وإنما سكتت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وهذه البيعة التي جرت في السقيفة ثم لما عاد إلى المسجد إنثال الناس عليه وبايعوه عن رغبة سوى جماعة من بني هاشم وأبي سفيان من بني أمية وأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان مجغولا بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيزه ودفنه وملازمت قبره من غير منازعة ولا مدافعة الخلاف السادس في أمر فدك والأغارس عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى فاطمة عليها السلام وراثة أنتارة وتمليكا أخرى حتى دفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وفدك قرية شمال المدينة كانت لليهود ولما انهزم يهود خيبر خشى يهود فدك على أنفسهم فسلموا قريتهم للنبي صلى الله عليه وسلم دون قتال فكانت خالصة له ينفق منها على نفسه وعلى بعض المحتاجين من بني هاشم الخلاف السابع في قتال مانع الزكاة فقال قوم لا نقاتلهم قتال الكفرة وقال قوم بل نقاتلهم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لو منعوني عقالا مما أعقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ومضى بنفسه إلى قتالهم وعافقه جماعة الصحابة بأسرهم وقد أدى اجتهاد عمر رضي الله عنه في أيام خلافته إلى رد السباية والأموال إليهم وإطلاق المحبوسين منهم والإفراج عن أسراهم الخلاف الثامن في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة فمن الناس من قال قد وليت علينا فظا غليظا وارتفع الخلاف بقول أبي بكر لو سألني ربي يوم القيامة لقلت وليت عليهم خيرهم لهم وقد وقع في زمانه اختلافات كثيرة في مساء المراث الجد والإخوة والكلالة وفي عقل الأصابع وديات الأسنان وحدود بعض الجرائم التي لم يرد فيها نص وإنما أهم أمورهم الاشتغال بقتال الروم وغزو العجم وفتح الله تعالى الفتوح على المسلمين وكثرت السباية والغنائم وكانوا كلهم يصدرون عن رأي عمر رضي الله عنه وانتشرت الدعوة وغهرت الكلمة ودانت العرب ولانت العجم الخلاف التاسع في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها واتفقوا كلهم على بيعة عثمان رضي الله عنه وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في زمانه وكثرت الفتوح وامتلأ بيت المال وعاشر الخلق على أحسن خلق وعاملهم بأفسط يد غير أن أقاربه من بني أمية قد ركبوا نهابر فركبته وجاروا فغير عليه ووقعت في زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية ونهابر يعني مهالك جمع نهبورة بضمنون فيهما ومحالة أي محمولة ومنسوبة إليه وهو منها براء منها رده الحكم ابن أمية إلى المدينة بعد أن رده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى طريض رسول الله وبعد أن تشفع إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيام خلافتهما فما أجاب إلى ذلك ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخة ومنها نفيه أبا ذرن إلى الربذة وهي من قرى المدينة وتزويجه مروان ابن الحكم بنته وتسليمه خمس غنائم إفريقية له وقد بلغت مئتي ألف دينار ومنها إيواءه عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح وكان رضيعه بعد أن أهضر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وتوليته إياه مصر بأعمالها وتوليته عبد الله بن عامر البصرة حتى أحدث فيها ما أحدث إلى غير ذلك مما نقموا عليه وكان أمراء جنوده معاوية ابن أبي سفيان عامل الشام وسعد ابن أبي وقاص عامل الكوفة وبعده الوليد ابن عبة وسعيد ابن العاص عبد الله بن عامر عامل البصرة وعبد الله بن سعد ابن أبي صرح عامل مصر وكلهم خذلوه ورفضوا حتى أتى قدره عليه وقتل مظلوما في داره فثارت الفتنة من الظلم الذي جرى عليه ولم تسكن بعد الخلاف العاشر في زمان أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له فأوله خروج طلحة والزبير إلى مكة ثم حمل عائشة إلى البصرة ثم نصب القتال معه ويعرف ذلك بحرب الجمل والحق أنهما رجعا وتابا إذا ذكرهما أمرا فتذكراه فأما الزبير فقتله ابن جرموز بقوس وقت الإنصراف وهو في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية بالنار وأما طلحة فرماه مروان ابن الحكم بسهم وقت الإعراض فخر ميتا وأما عائشة رضي الله عنها فكانت محمولة على ما فعلت ثم تابت بعد ذلك ورجعت والخلاف بينه وبين معاوية وحرب صفين ومخالفة الخوارج وحمله على التحكيم ومغادرة عمر بن العاص أبا موسى الأشعري وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشهور وكذلك الخلاف بينه وبين الشراط المارقين بالنهروان عقدا وقولا وقت الإعراض وقت أن أعرض عن القتال أي كفى واعتزل بالحرب والشراط الخوارج الواحد شار سموا بذلك لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله ونصب القتال معه فعلا ظاهرا معروفا والجملة كان علي رضي الله عنه مع الحق والحق معه وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشمس بن قيس ومسعود بن فتكي التميمي وزيد بن حسين الطائي وغيرهم وكذلك ظهر في زمانه الولاة وفي حقه مثل عبد الله بن سبأ وجماعة معه ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يهلك فيه اثنان محب غال ومبغض قال يقصد النبي علي رضي الله عنه ثالثا الاختلافات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى قسمين الاختلاف في الإمامة والاختلاف في الأصول رقم واحد الاختلاف في الإمامة وهي على وجهين الأول القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار الثاني أن الإمامة تثبت بالنص والتعيين بالنسبة إلى القول الأول من قال إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمة أو جماعة معتبرة من الأمة إما مطلقا وإما بشرط أن يكون قراشيا على مذهب قوم وبشرط أن يكون هاشميا على مذهب قوم إلى شرائط أخرى كما سيأتي ومن قال بالأول قال بإمامة معاوية وأولاده وبعدهم بخلافة مروان وأولاده والخوارج اجتمعوا في كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم ويجري على سنن العدل في معاملتهم وإلا خذلوه وخلعوه وربما قتلوه القول الثاني من قالوا إن الإمامة تثبت بالنص اختلفوا بعد علي رضي الله عنه فمنهم من قال إنه نص على ابنه محمد بن الحنفية وهؤلاء هم الكيسانية ثم اختلفوا بعده فمنهم من قال إنه لم يمت ويرجع فيملأ الأرض عدلا ومنهم من قال إنه مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه أبي هاشم وافترق هؤلاء فمنهم من قال الإمامة بقيت في عقبه وصية بعد وصية ومنهم من قال إنها انتقلت إلى غيره واختلفوا في ذلك الغير فمنهم من قال هو بنان ابن سمعان النهدي ومنهم من قال هو علي ابن عبد الله ابن عباس ومنهم من قال هو عبد الله ابن حرب الكندي ومنهم من قال هو عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب وهؤلاء كلهم يقولون إن الدين طاعت رجل ويتأولون أحكام شرع كلها على شخص معين كما ستأتي مذاهبهم وأما من لم يقل بالنص على محمد بن الحنفية فقال بالنص على الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال لا إمامة في الأخوين إلا الحسن والحسين رضي الله عنهما ثم اختلفوا فمنهم من أجرى الإمامة في أولاد الحسن فقال بعده بإمامة ابنه الحسن ثم ابنه عبد الله ثم ابنه محمد ثم أخيه إبراهيم الإمامين وقد خرج في أيام المنصور فقتل في أيامه ومن هؤلاء من يقول برجعت محمد الإمام ومنهم من أجرى الوصية في أولاد الحسين وقال بعده بإمامة ابنه علي بن الحسين زين العبدين نصا عليه ثم اختلفوا بعده فقالت الزيدية بإمامة ابنه زيد وما ذهبهم أن كل فاطمي خرج وهو عالم زاهد شجاع سخي كان إماما واجب الاتباع وجوزوا رجوع الإمامة إلى أولاد الحسن ثم منهم من وقف وقال بالرجعة ومنهم من صاق وقال بإمامة كل من هذا حاله في كل زمان وسيأتي فيما بعد تفصيل مذاهبهم وأما الإمامية فقالوا بإمامة محمد ابن علي الباقر نصا عليه ثم بإمامة جعفر ابن محمد الصادق وصية إليه ثم اختلفوا بعده في أولاده من المنصوص عليه وهم خمسة محمد وإسماعيل وعبد الله وموسى علي فمنهم من قال بإمامة محمد وهم العمارية ومنهم من قال بإمامة إسماعيل وأنكر موته في حياة أبيه وهم المباركية ومن هؤلاء من وقف عليه وقال بالرجعته ومنهم من صاق الإمامة في أولاده نصا بعد نص إلى يومنا هذا وهم الإسماعيلية ومنهم من قال بإمامة عبد الله الأفطح وقال برجعته بعد موته لأنه مات ولم يعقب ومنهم من قال بإمامة موسى نصا عليه إذ قال والده سابعكم قائمكم ألا وهو سميء صاحب التوراة ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من اقتصر عليه وقال بالرجعته إذ قال لم يمت هو ومنهم من توقف في موته وهم المنطورة ومنهم من قطع بموته وساق الإمامة إلى ابنه علي بن موسى الرضا وهم القطعية ثم هؤلاء اختلفوا في كل ولد بعده فالاثنى عشرية ساقوا الإمامة من علي الرضا إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه علي ثم إلى ابنه الحسن ثم إلى ابنه محمد القائم المنتظر الثاني عشر وقالوا هو حي لم يمت ويرجعوا فيملأ الدنيا عدلا كما ملأت جورا وغيرهم ساقوا الإمامة إلى الحسن العسكري ثم قالوا بإمامة أخيه جعفر وقالوا بالتوقف عليه أو قالوا بالشك في حال محمد ولهم خط طويل في سوق الإمامة والتوقف والقول بالرجعة بعد الموت والقول بالغيبة ثم بالرجعة بعد الغيبة فهذه جملة الاختلاف في الإمامة وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب إن شاء الله رقم اثنين الاختلاف في الأصول وأما الاختلاف في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعت معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الإسواري في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر إلى القدر ونسج على من والهم واصل ابن عطاء الغزال وكان تلميذ الحسن البصري وتلمذ له عمر بن عبيد وزاد عليه في مسائل القدر وكان عمر من دعاة يزيد الناقص أيام بن عمية ثم والى المنصور وقال بإمامته ومدحه المنصور يوما فقال نثرت الحب للناس فلقت غير عمر بن عبيد والوعيدية من الخوارج والمرجئة من الجبرية والقدرية ابتدأوا بدعتهم في زمن الحسن واعتزل واصل عنهم وعن أستاذه بالقول منه بالمنزلة بين المنزلتين فسميه وأصحابه معتزلة وقد تلمذ له زيد ابن علي وأخذ الأصول ولذلك صارت الزيدية كلهم معتزلة ومن رفض زيد ابن علي لأنه خالف ماذا باباه في الأصول وفي التبري والتولي وهم من أهل الكوفة وكانوا جماع صموا رافضة ثم قال بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حيث نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام أفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها وهي مسألة الكلام فسمي النوع باسمها وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان وكان أبو الهذيل العلاف شيخهم الأكبر وفق الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته وكذلك قادر بقدرة وقدرته ذاته وأبدع بدعا في الكلام والإرادة وأفعال العباد والقول بالقدر والآجال والأرزاق كما سيأتي في حكاية مذهبه وجرت بينه وبين هشام بن الحكم مناظرات في أحكام التشبيه وأبو يعقوب الشحام والآدمين صاحب أبي الهذيل وافقا في ذلك كله ثم إبراهيم بن سيار النظام في أيام المعتصم كان غلى في تقرير مذاهب الفلاسفة وانفرض عن السلف ببدع في القدر والرفض وعن أصحابه بمسائل نذكرها ومن أصحابه محمد بن شبيب وأبو شمر وموسى بن عمران والفضل الحدثي وأحمد بن خابط ووافقه الأسواري في جميع ما ذهب إليه من البدع وكذلك الإسكافية أصحاب أبي جعفر الإسكافي والجعفرية أصحاب الجعفر ابن جعفر ابن ببشر وجعفر ابن حرب ثم ظهرت بدع بشر ابن المعتمر من القول بالتولد والإفراط فيه والميل إلى الطبيعيين من الفلاسفة والقول بأن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل وإذا فعل ذلك فهو ظالم إلى غير ذلك مما تفرد به عن أصحابه وتلمذ له أبو موسى المردى الراهب المعتزلة وانفرض عنه بإبطال إعجاز القرآن من جهة الفصاحة والبلاغة وفي أيامه جرت أكثر التجديدات على السلف لقولهم بقدم القرآن وتلمذ له الجعفران وأبو زفر ومحمد بن سويد صاحب المردار وأبو جعفر الإسكافي وعيسى بن الهيسم صاحب جعفر ابن حرب الأشج وممن بالغ في القول بالقدر هشام بن عمر الفوطي والأصم من أصحابه وقضح في إمامة علي رضي الله عنه بقولهما إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم والفوطي والأصم اتفق على أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالما بالأشياء قبل كونها ومنع كون المعدوم شيئا وأبو الحسين الخياط وأحمد بن علي الشطوي صاحب عيسى الصفي ثم لزم أبا مجالد وتلمذك عبيل أبي الحسين الخياط ومذهبه بعينه مذهب وأما معمر بن عباد السلمي وثمام بن أشرس النميري وأبو عثمان عمر بن بحر الجاحز فكانوا في زمان واحد متقاربين فالرأي والاعتقاد منفردين عن أصحابهم بمسائل في موضعها نذكرها إن شاء الله والمتأخرون منهم أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضي عبدالجبار وأبو الحسن البصاري قد لخصوا طرق أصحابهم وانفرضوا عنهم بمسائل ستأتي أما رونك الكلام فابتدأوه من الخلفاء العباسيين هارون والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وانتهاؤه من الصاحب ابن عباد وجماعة من الديالمة وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين مثل ضرار بن عمر وحفظ الفرد والحسين النجار ومن المتأخرين خلفوا الشيوخ في مسائل ونبغ منهم جهم ابن صفوان في أيام نصر بن سيار وأظهر بدعته في الجبر بترمغ وقتله سالم ابن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو رابعا الاختلاف بين المعتزلة والسلف كانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات وكان السلف يناظرونهم عليها لا على قانون كلامي بل على قول إقناعي ويسمون الصفاتية فمن مثبت صفات البارئ تعالى معاني قائمة بذاته ومن مشبهة صفات أهو بصفات الخلق وكلهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة ويناظرون المعتزلة في قدم العالم على قولنا ظاهر وكان عبد الله بن سعيد الكلبي وأبو عباسق اللانسي والحارس ابن أسد المحاسبي أشبههم إتقانا وأمتنهم كلاما وجرت مناظرة بين أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري وبين أستاذه أبي علي الجبائي في بعض مسائل التحسين والتغبيح فألزم الأشعري أستاذه أمورا لم يخرج عنها بجواب فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلمية فصار ذلك مذهبا منفردا وقررت طريقته جماعة من المحققين مثل القاضي أبي بكر البقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسفرئيني والأستاذ أبي بكر بن فورك وليس بينهم كثير اختلاف ونبغ رجل متنمس أي متستر بالزهد من سجستان يقال له أبو عبد الله محمد ابن كرام قليل العلم قد قمش من كل مذهب ضغصا وأذبته في كتابه أي أخذ رغالة كل مذهب وأذبته في كتابه وروجه على أغتام أي على غير إفصاح في غرجة وغور وسواد بلاد خرسان فانطلنا موسه وصار ذلك مذهبا وقد أنصره محمد ابن سبكستين السلطان وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم وهو أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج وهم مجسمة وحاش غير محمد ابن الهيثان فإنه مقارب صلى الله عليه وسلم المقدمة الخامسة في كتاب الملل والنحل في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب وفيها إشارة إلى مناهج الحساب يقول الإمام الشهرستاني لما كان مبنى الحساب على الحصر والاختصار وكان غرضي من تأليف هذا الكتاب حصر المذاهب مع الاختصار اخترت طريق الاستفاء الترتيبة وقررت أغراضي على منهجه تقسيما وتبويبا وأردت أن أبين كيفي طرق هذا العلم وكمية أقسامه لألا يظن بي أني من حيث أنا فقيه ومتكلم أجنبي النظر في مسالكه ومراسمه عجمي القلم بمداركه ومعلمه فآخرت من طرق الحساب أحكمها وأحسنها وأقمت عليه من حجج البرهان أو ضحة وأمتنها وقدرتها على علم العدد وكان الواضع الأول منه استمداد المدد فأقول مراتب الحساب تبتدئ من واحد وتنتهي إلى سبع ولا تجاوزها البتة أي الكلام على سبع مراتب المرتبة الأولى صدر الحساب وهو الموضوع الأول الذي يرد عليه التقسيم الأول وهو فرد لا زوج له باعتبار وجملة يقبل التقسيم والتفصيل باعتبار فمن حيث أنه فرد فهو لا يستعدعي أخت تسويه في الصور والمدة ومن حيث هو جملة فهو قابل للتفصيل حتى ينقسم إلى قسمين وصورة المدة يجب أن تكون من الطرف إلى الطرف ويكتب تحتها حشوا مجملات التفصيل ومرسلات التقدير والتقرير والنقل والتحويل وكليات وجوه المجموع وحكايات الإلحاق والموضوع ويكتب تحتها بارزا من الطرف الأيسر كميات مبالغ المجموع المرتبة الثانية منها الأصل وشكلها محقق وهو التقسيم الأول الذي ورد على المجموع الأول وهو زوج ليس بفرد ويجب حصره في قسمين لا يعدوان إلى ثالث وصورة المدة يجب أن تكون أقصر من الصدر بقليل إذ الجزء أقل من الكل يكتب تحتها حشوا ما يخصها من التوجيه والتنويع والتفصيل ولها أخت تسويها في المدة وإن لم يجب أن تسويها في المقدار المرتبة الثالثة من ذلك الأصل وشكله محقق أيضا وهو التقسيم الثاني الذي ورد على الموضوع الأول والثاني وذلك لا يجوز أن ينقص عن قسمين ولا يجوز أن يزيد على أربعة أقسام ومن جاوز من أهل الصنعة فقد أخطأ وما علم وضع الحساب وفنذكر السبب فيه وصورته ومدته أقصر من مدة منها الأصل بقليل وكذلك يكتب تحتها ما يليق بها حشوا وبارزا المرتبة الرابعة منها المطموس وشكلها كذا حرف أهل وذلك يجوز أن يجاوز الأربعة وأحسن الطرق أن يختصر على الأقل ومدتها أقصر مما مضى المرتبة الخامسة من ذلك الصغير وشكلها كذا حرف الصاد وذلك يجوز إلى حيث ينتهي التقسيم والتبويب والمدة أقصر مما مضى المرتبة السادسة منها المعوج وشكلها كذا بصلة وذلك أيضا يجوز إلى حيث ينتهي التفصيل المرتبة السريعة من ذلك المعقد وشكلها كذا لملام ولكن يمد من الطرف إلى الطرف لا على أنه صدر الحساب بل من حيث أنه النهاية التي تشاكل البداية فهذه كيفية صور الحساب نقشا وكمية أبوابها جملة ولكل قسم من الأبواب أخت تقابله وزوج يسويه في المدة لا يجوز إخفال ذلك بحال والحساب تاريخ وتوجيه والآن نذكر كمية هذه الصورة وانحصار الأقسام في سبع ولما صار العدد أول فردا لا زوج له في الصورة ولما انحصر منها الأصل في قسمين لا يعدوان إلى ثالث ولما انحصر من ذلك الأصل في أربعة أقسام ولما خرجت الأقسام الأخر عن الحص فأقول إن العقلاء الذين تكلموا في علم العدد والحساب اختلفوا في الواحد أهو من العدد أم هو مبدأ العدد وليس داخلا في العدد وهذا الاختلاف إنما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد فالواحد يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد فإن الاثنين لا معنى لها إلا واحد مكرر أول تكرير وكذلك الثلاثة والأربعة ويطلق ويراد به ما يحصل منه العدد أي هو علته ولا يدخل في العدد أي لا يتركب منه العدد وقد تلازم الواحدية جميع الأعداد لا على أن العدد تركب منها بل كل موجود فهو جنسه أو نوعه أو شخصه واحد يقال إنسان واحد وشخص واحد وفي العدد كذلك فإن الثلاثة في أنها ثلاثة واحدة فالواحدية بالمعنى الأول داخل في العدد وبالمعنى الثاني علة للعدد وبالمعنى الثالث ملازمة للعدد وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق على الباري تعالى معناه فهو واحد لا كالأحد أي هذه الوحدات والكثرة منه وجدت ويستحيل عليه الانقسام بوجه من وجوه القسمة وأكثر أصحاب العدد على أن الواحد لا يدخل في العدد فالعدد مصدره الأول اثنان وهو ينقسم إلى زوج وفرد فالفرد الأول ثلاثة والزوج الأول أربعة وما وراءه الأربعة فهو مكرر كالخمسة فإنها مركبة من عدد وفرد وتسمى العدد الدائر والستة مركبة من فردين وتسمى العدد التام والسبعة مركبة من فرد وزوج وتسمى العدد الكامل والثمانية مركبة من زوجين وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضنا فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هو علة العدد وليس يدخل فيه ولذلك فهو فرد لا أختله ولما كان العدد مصدره من اثنين صار منها المحقق محصورا في قسمين ولما كان العدد منقسما إلى فرد وزوج صار من ذلك المحصورا في أربعة فإن الفرد الأول ثلاثة والزوج الأول أربعة وهي النهاية وما عداها مركب منها فكان البصائط العامة الكلية في العدد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وهي الكمال وما زاد عليها فمركبات كلها لا حصر لها فلذلك لا تنحصر الأبواب الأخر في عدد معلوم بل تتناهى بما ينتهي به الحساب ثم تركيب العدد على المعدود وتقدير البسيط على المركب فمن علم آخر وسنذكر ذلك عند ذكرنا مذاهب قدماء الفلاسفة وماذا بعد هذه المقدمات الخمس فإذا نجزت المقدمات على أوفى تقرير وأحسن تحرير شرعنا في ذكر مقالات أهل العلم من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لعله لا يشذ من أقسامها مذهب ونكتب تحت كل باب وقسم ما يليق به ذكرا حتى يعرف لما وضع ذلك اللفظ لذلك الباب ونكتب تحت ذكر الفرق المذكورة ما يعم أصنافها مذهبا واعتقادا وتحت كل صنف ما خصه وانفرض به عن أصحابه ونستوفي أقسام الفرق الإسلامية ثلاثة وسبعين فرقة ونقتصل في أقسام الفرق الخارجة عن الملة الحنفية على ما هو أشهر وأعرف أصلا وقاعدة فنقدم ما هو أولى بالتقديم ونؤخر ما هو جدير بالتأخير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة الحلقة الثالثة مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل من الفرق الإسلامية وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق مثل اليهود والنصارى وممن له شبهة كتاب مثل المجوس والمانوية وممن له حدود وأحكام دون كتاب مثل الفلاسفة الأول والدهرية وعبدة الكواكب والأوثان والبراغمة نذكر أربابها وأصحابها وننقل مآخذها ونصادرها عن كتب طائفة طائفة على موجب استرحاتها بعد الوقوف على مناهجها والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها ثم إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإذات هو قولنا إن أهل العالم انقسموا من حيث المذاهب إلى أهل الديانات وإلى أهل الأهواء فإن الإنسان إذا اعتقد عخدا أو قال قولا فإما أن يكون فيه مستفيدا من غيره أو مستبدا برأيه فالمستفيد من غيره مسلم مطيع والدين هو الطاعة والمسلم المطيع فهو المتدين والمستبد برأيه محدث مبتدع وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شق يمنؤ عن مشورة ولا سعدة باستبداد برأي وربما يكون المستفيد من غيره مقلدا قد وجد مذهبا اتفاقيا بأن كان أبواه أو معلمه على اعتقاد باطل فيتقلده منه دون أن يتفكر في حقه وباطله وصواب القول فيه وخطئه فحينئذ لا يكون مستفيدا لأنه ما حصل على فائدة وعلم ولا اتبع الأستاذ على بصيرة ويقين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شرط عظيم فليعتبر وربما يكون المستبد برأيه مستنبطا مما استفاده على شرط أن يعلم موضع الاستنباط وكيفيته فحينئذ لا يكون مستبدا حقيقة لأنه حصل العلم بقوة تلك الفائدة تعلمه الذين يستنبطونه منهم ركن عظيم فلا تغفل فالمستبدون بالرأي مطلقا هم المنكرون للنبوات مثل الفلاسفة والصابقة والبراهمة وهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية بل يضعون حدودا عقلية حتى يمكنهم التعايش عليها والمستفيدون هم القائلون بالنبوات ومن كان قال بالأحكام الشرعية فقد قال بالحدود العقلية ولا ينعكس صلى الله على محمد الملل والنحل تمهيد أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وممن له شبهة كتاب نتكلمها هنا في معنى الدين والملة والشرعة والمنهاج والإسلام والحنيفية والسنة والجماعة فإنها عبارات وردت في التنزيل ولكل واحدة منها معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحا وقد بينا معنى الدين أنه الطاعة والانقياد وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقد يرد بمعنى الجزاء يقال كما تدين تدان أي كما تفعل تجازة وقد يرد بمعنى الحساب يوم المعاد والتناد قال تعالى ذلك الدين القيم فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والمعاد قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دين ولما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه والاستعداد لمعاده وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظوا بالتمانع ما هو أهله ويحصلوا بالتعاون ما ليس له صورة الاجتماع على هذه الهيئة هي الملة والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولن يتصور وضع الملة وشرع الشرعة إلا بوضع شارع يكون مخصوصا من عند الله بآيات تدل على صدقه وربما تكون الآية مضمنة في نفس الدعوة وقد تكون ملازمة وربما تكون متأخرة ثم أعلم أن الملة الكبرى هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وهي الحنيفية التي تقابل الصبوة تقابل الأطباد وسنذكر كيفي ذلك إن شاء الله تعالى قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والحدود والأحكام ابتدأت من آدم وشيث وإدريس عليهم دميعا السلام ختمت الشرائع والملل والمناهج والسنن بأكملها وأتمها حسنا وجمالا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قيل خص آدم بالأسماء وخص نوح بمعاني تلك الأسماء وخص إبراهيم بالجمع بينهما ثم خص موسى بالتنزيل وخص عيسى بالتأويل وخص المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما على ملة أبيكم إبراهيم ثم كيفية التقرير الأول والتكميل بالتقرير الثاني بحيث يكون مصدقا كل واحد ما بين يديه من الشرائع الماضية والسنن السالفة تقديرا للأمر على الخلق وتوفيقا للدين على الفطرة فمن خاصية النبوة لا يشاركهم فيها غيرهم وقد قيل إن الله عز وجل أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دينه وبدينه على خلقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة